القارة السمراء طالما كانت مطمعاً للعديد من القوى حول العالم إذ تعتبر مسرحاً للتنافس التجاري بصورة خاصة لا سيما بين واشنطن وبكين تلك القوى ركزت على إغراء دول القارة بالمشاريع الأمنية والتنموية انطلاقاً من هذا المبدأ نمت التجارة بين الصين وأفريقيا أربعين ضعفاً خلال العشرين عاماً الماضية باتت بكين أكبر شريك تجاري لأفريقيا وأكبر مقرد لها اليوم حيث أغرقتها بملاعب كرة القدم والمستشفيات والبنى التحتية الأخرى التي تمسوا حياة الناس العاديين كما بنت الموانئ وسكك الحديد والطرق الجديدة لتسهيل حركة المواصلات بالإضافة إلى استثبارها في الصناعة والمناجم والعقارات التجارية الكبيرة وقدمت أيضاً عشرات الآلاف من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة الذين زاد عددهم عن أولئك الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا مجتمعتين لأول مرة ومنذ عام 2014 وسرعت الصين كذلك العام الماضي إلى توفير المعدات الطبية للقارة الأفريقية الخاصة بكوفيد-19 بالرغم من أنها سجلت حوالي 5% فقط من حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً لكن على الجانب الأمريكي أهملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القارة الأفريقية لدرجة وصلت حد القطيعة لتأتي الإدارة الحالية وتعلن نيتها تغيير النهج وبدأ ذلك جلياً من الخطوات الأولى التي قام بها جو بايدن حيث سارع لإلغاء حظر السفر على ست دول أفريقية في غضون ساعات من تنصيبه وأظهرت مكالماته مع وزراء الخارجية الأفريقى ورؤساء دول جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا التزامه باستعادة المشاركة الدبلوماسية الأمريكية هذا بالإضافة إلى دعم المبادرات الأفريقية متعددة الأطراف والانخراط في مفاوضات لدعم منطقة التجارة الأفريقية من هنا تأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأفريقية لتؤكد على رغبة الولايات المتحدة في تأطير علاقتها بالقارة وإعادتها إلى المصاري الصحيح إيلين يوسف العربية